اشتركوا في القناة 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 فالجزء الثاني من ديفينيتي هو الخيار الافضل اللي راح يناسبك الجزء الثاني من ديفينيتي يعتبر واحد من افضل الالعاب في هذا النوع وحصلت على تقييمات شبه كاملة ورح تقدم لك تجربة طويلة جدا مليئة بالشخصيات المثيرة للاهتمام والقصص الممتعة اما النظام القتال واللي يعتمد على تبادل الادوار فعلى حسب الشخص البعض يفضلوا والبعض الاخر لا جديد بالذكر انه اللعبة بالامكان ايضا لعبها بشكل منفرد في شهر فبراير الماضي صدر الجزء المشتق من ثلاثية دارك سايدرز بعنوان جينيسيس واللي يحكينا قصة ما قبل الثلاثية في جينيسيس راح نشوف رحلة سترايف وور في محاولة اعادة توازن بين العوالم من خلال نظام القتال واللي يعتمد على الهاكن سلاش وحل الالغاز البيئية هذه اللعبة تقدر ايضا تلعبها بشكل منفرد لكن المتعة لما احد معاك يستخدم اليد وتتحكموا بالشخصيتين في نفس الوقت وتقاتلوا امواج الاعداء اللعبة متوفرة على كل المنصات وبتكون خيار ممتع ومسلي اما للجارسين لحالهم وما في احد يشاركهم الجهاز ويقدروا يحتكروا بدون اي مشاكل فهذه الخمس العاب اللي راح اذكرها من وجهة نظري خيار مناسب انك تلعبها في الفترة الحالية فمع توتر الكثير من هنا وكثرة الاخبار والشائعات واللي تسبب حالة من القلق انيمال كروسنج نيو هورايزن واحدة من الحلول الجيدة للخروج من هذا الجو مع لعبة لطيفة وفرحة تقدر من خلالها انك تصمم وتطور جزيرتك الخاصة وتشوف جزر اللاعبين الاخرين انيمال كروسنج تعتبر لعبة محاكاة للحياة لكن بنكها سعيدة اللعبة متوفرة على نتيندو سويتش من 20 مارس الماضي وتعتبر واحدة من الخيارات الجيدة في هذا الوقت من وجهة نظري المتواضع The Witcher 3 Wild Hunt والمحتويات الاضافية لطور القصة رح تضمن لك المئات من الساعات المليئة بالقصص الممتعة المسلية مهمات جانبية ورئيسية وبإمكانك أيضا انك تتجاهل كل هذا وتقضي وقتك في لعب القوينت القصة الرئيسية بقدر ما هي جميلة وطويلة لكن أيضا الاضافات اللي صدرت للقصة لا تقل جودة عن اللعبة الاصلية وتستحق السعر الكامل The Witcher 3 بالاضافة لكونها تجربة رائعة في المرة الاولى تفرع القصة وتعدد النهايات واختلاف المهمات يخلي قابلية اعادة لعبة جدا عالية والاكثر من مرة اللعبة عليها حاليا تخفيضات في كل المتاجر مع وصول سعرها بكل الاضافات ل 15 دولار في متجر بلاي ستيشن كل هذه الاسباب تخلي The Witcher 3 اختيار اكثر من مناسب انها تكون واحدة من الالعاب العزل واحدة من الالعاب اللي صدرت العام الماضي وبالرغم من جودتها ما حصلت على الاهتمام الكافي لعبة جاجمنت والمشتقة من سلسلة ياكوزا الشهيرة كانت واحدة من افضل العاب 2019 اللي استمتعت فيها واللي من خلالها تقوم بالتحقيق لمعرفة هوية المجرم المتسبب في جرائم القتل في المنطقة اللعبة تحتوي على عناصر الاكشن المغامرات والتحقيق بطريقة العاب ياكوزا الخاصة مع تواجد العديد من المهمات والقضايا الجانبية بالاضافة لامكانية القيام بالعديد من النشاطات المختلفة كل هذه الاشياء رح تضمن لك فترة طويلة من اللعب مليئة بالقتال الاكشن وحس الفكاة الياباني الجميل للأسف اللعبة ما عليها اي تخفيض ومتوفرة بالسعر الكامل على متجر بلاي سيشن لكن بسبب المحتوى الضخم اللي رح تقدمه اشوف انها تستحق هذا السعر اما اللي حابين يتحدوا نفسهم في هذه الفترة ويبغى العاب مو بس طويلة وممتعة لكن ايضا صعبة ومتطلبة فالعاب السولز وفروم سوفتوير عموما والالعاب اللي تشبهها مثل نيو وثا سيرج هي الخيار المناسب لك اي جزء من ثلاثية دارك سولز او بلاد بورن او حتى سكيرو كفيلة انها تشغلك لساعات عديدة ما اقدر اوعدك انها رح تكون دائما ممتعة خصوصا لما توصل لزعيم يسبب لك احباط لكن اقدر اضمن لك انك رح تكون مبسوط وراضي بعد ما تنهي عادة انهاء مثل هذه الالعاب يحتاج على الاقل 60 ساعة لعب ونظرا لصعوبة هذا النوع من الالعاب لكن متعة اسلوب القتال فيه وطولها المعتاد الي ما تقدر تنهيها موجود لها مكان في هذه القائمة سلسلة نوتي دوغ الاسطورية الانشارتت وبالتحديد الجزء الرابع رح تكون ضمن الالعاب المجانية لمشتركين بلاي ستيشن بلس لشهر ابريل حصرية البلاي ستيشن فور اللي صدرت قبل اربع سنين وحصلت على تقييمات ممتازة ايضا اشوف انها خيار ممتاز للعب في هذه الفترة خصوصا انها مجانية لكن ايضا روعة اللعبة وانهاية قصة دريك ورحلته في البحث عن الكنوز المفقودة بكل تأكيد تستحق التجربة للي ما لعبها وحتى اعادة لعبها للي ختمها في السنين الماضية جدير بالذكر انه العاب البلاي ستيشن بلس رح تتوفر من الثلاثاء القادم السابع من ابريل اذكروننا في التعليقات الالعاب اللي انتم تقترحوها للعب في هذه الفترة سواء العاب التختيم والقصة جديدة او قديمة او الالعاب الجماعية الغير مشهورة بشكل كبير واتمنى اكون قدرت اوفر لكم قائمة متنوعة من الالعاب اللي من الممكن تسليكم في هذا الوقت الصعب وباذن الله قريبا تعدى الازمة هذه على خير وتكونوا بصحة واتم العافية اما لمشاهدة المزيد من المقاطع المختلفة والمتنوعة عن عالم الالعاب اشتراك ونشر وخذ لفة على باقي فيديوهات بلاير 1 وكالعادة شكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة